رواقع التابعين ربنا يجزي عننا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء لازم هتحبوه زي ما كلنا حبناه فعلا بجد قلنا يا جماعة في الحلقة الماضية كانت بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولما اشتد أذى المشركين على المسلمين على الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام أشار عليهم أن يهاجروا إلى بلاد الحبشة وقال لهم إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد أبدا وإنها أرض صدق شاهدتين بشهادهم النبي عليه الصلاة والسلام شهادة خاصة بالنجاش نفسه وشهادة خاصة بالبلد نفسها الشهادة الأولية أن الراجل ده لا يظلم عنده أحد يعني إنسان عادل جدا كلام ده كله نبي عرفه بوحي من السماء من عند المولى عز وجل الحاجة التانية قال وإنها أرض صدق الناس هناك ناس صادقين ناس أفاضل آهم على ديانة تانية لكن يا دوب بس انت تذكرهم بالله وأول ما فعلا يدخلوا في هذا الدين هتشوف ناس بجد هتشوف منهم خلق الصدق عالي جدا جدا وأجمل ما يتحلى به المؤمن هو الصدق وريزا قال جل وعلا هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه يا سلام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ربنا يرزقنا لكم الصدق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن الرجل لا يصدق ويتحر الصدق حتى يكتب عند الله صديقا شاهد في الموضوع حالي يقال بي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة أنهم يروحوا يهجروا الهجرة الأولينية لبلاد الحبشة كان على رأسهم عثمار بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعدوا هناك فترة ولم تلعت بقى شاعت أن المشركين سجدوا خلف النبي وتي كانت حقيقة لكن اتفهمت غلط وظنوا أن المشركين أسلموا فقالوا مرجعوا الدنيا بقت أمان فرجعوا لقوا الدنيا صعبة جدا جدا وبالتالي رجعوا مرة تانية الهجرة التانية إلى بلاد الحبشة وكان في الوقت ده عدد المهاجرين كبير جدا كان عددهم تمانين تمانين رجل وامرأة وهجروا إلى بلاد الحبشة سرا من وراء كريش كريش تتبعتهم وحاولت توصل لهم علشان تقضي عليهم أو على الأقل لتمنعهم من الصفر لكن ما قدرتش كريش أن هي تمنع الصحابة من الصفر إلى بلاد الحبشة في الوقت ده حبايب قلبي كريش لما ملحيتش الصحابة وهم مهاجرين للحبش قالوا بس يبقى طالما إحنا معرفناش نمنعهم نبعد حد يروح لهم ونعمل مؤامرة معينة كده بحيث إن إحنا نقدر إن إحنا نخلي ملك الحبش اللي هو النجاشي يرجع لنا التمانين دولة يجوا هنا بقى هنوريهم بقى عذاب وسلخ وجلد وحرق بالنار ويعني كانوا عايزين يعملوا فيهم حاجة يعني ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين بعتوا مين بعتوا ات مين من أذكى الناس في الوقت دوت بين المشركين قبل أن يسلموا طبعا قبل أن يسلموا عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص وقالوا طبعا من باب بقى البروتوكولات اللي بين الدول لابد إن إحنا برضو نقدم برضو شوية هدايا علشان نقدر نعمل يعني إيه يبقى فيه مدخل وإحنا داخلين نتكلم ويبقى لنا عنين إحنا نتكلم ونطلب الطلابات اللي إحنا عايزنا وراحوا محملين الجمال بتاعة الاتنين والسفينة اللي سافرت بيهم راحوا محملينها بكمية هدايا لا تختل على قلب بشر ومن ضمنها مجموعة من الجلود النادرة اللي كان النجاش بيحبها جدا هو والبطارقة والقواد اللي عايشين معا بعتوا عمر بن العص وبعتوا عبد الله بن إبي ربيعة وحملوهم بالهدايا وقالوا لهم خطة عجيبة جدا قالوا ما تخشوش مباشرة على النجاش لازم حد يمهد لكم الجو خليكم أسكياء انت دخل على الرئيس جمهورية مش موالا تخش خط رزق على الرئيس لا لازم تروح للوزراء بتوعه والنائب بتاعه وتدي هدايا هنا وتزبط هنا يوم هما دخلين مقدمين لك مقدمة كبيرة عنده فلما تخش يبقى ليك وجاهها ويبقى إيه ليك مكانة تقدر تتكلم معاه هو ده اللي عملوه وبالفعل يا جماعا دخل عمر بن العص عبد الله بن إبي ربيعة وراحوا مدين شوية هدايا إنما إيه بقى من اللي قلبك يحباه لمين؟ للبطارقة للقواد القواد بتوع النجاشين وقالوا لهم إنه قد حل في أرضكم غلمان من سفهائنا صابقوا عن دين آبائهم وأجدادهم ومزقوا كلمة قومهم ودخلوا في دين لا نعرفه نحن ولا أنتم يعني طب ياريتم كان دخلوا في النصرانية خبالك شوف الزكاء يعني عايز يقول له أنت دينكم جميل قوي طب ياريتم كان دخلوا في الدين بتاعكم كنا رضينا ومزعناش إنما لا فضلوا معنا في عبادة الأصنام ولا دخلوا الدين بتاعكم دخلوا في دين ثالث خالص بعيد وصبقوا عن دين الآباء والأجداد فلما نيجي نتكلم النجاشي ياريت أنتو تشجعوه وتكلموه وتقولوله إن إحنا الكلام اللي قلوه ده كلام مظبوط جدا فتساعدونا إن إحنا نرد الغلمان دولة لأهليهم علشان يعقلوهم ويرجعوهم لدين الآباء والأجداد ده مختصر الكلام يعني بقوله لكم البلد كده قالوا طيب خلاص ما فيش مشكلة مهدولهم الجو وزبطولهم الدنيا وتاني يوم عملولهم لقاء مع النجاشي رحمه الله رحمة الله سعى حد الآن النجاشي لسه ما أسلمش خد بالك حد الآن النجاشي وراجل عادل وراجل فاضل وراجل من خيرة الناس لكن لسه إيه ما أسلمش فرحوا البطارقة وغدين معاد لعمر بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة مع النجاشي أول ما دخل الاثنين على النجاشي سجدوا له سجود تحية خد بالك هم لسه دلوقتي ما يعرفوش لا إسلام ولا أي حاجة وخد بالك عمر بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة الاثنين مشركين والنجاشي كان رجل نصراني فبالتالي ما كان يعادي يعني هم كان الحاشية بتخش تسجد له سجود تحية زي ما كان بيحصل مع سيدنا يوسف عليه السلام ورفع أبواه على العرش وقروا له سجدا يعني سجود تحية دخلوا الاثنين سجدوا للنجاشي وابتدوا يتكلموا عبي احترام وأدب مختصر الكلام قالوا يعني أنت رجل الملك عادل وفاضل وفي غلمان عندنا من القبيلة بتاعتنا صبقوا عن دين الآباء والأجداد وتركوا عبادة الأصنام ويريدهم دخلوا في النصرانية بتاعتك يعني لا دخلوا ديننا ولا دخلوا دينك دخلوا في دين ثاني خالص مع واحد اسمه محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم وفعلوا كذا وكذا وكذا وهم غلمان صفهاء فرقوا كلمة القوم وعملوا فتنة طائفية وعملوا مشكلة كبيرة في البلد فنرجو منك أن انت تردن هؤلاء الغلمان نرجع بهم لأهليهم ولقومهم عشان يقدروا يتعاملوا معهم إلى غير ذلك النجاشي النجاشي زي ما قلتلك رجل عادل ومين اللي قال كده دمشانا ده النبي صلى الله عليه وسلم ويعني هو يعني ما بيحكمش في أي مسألة إلا ما لازم يوقف الطرفين قدام بعض ده درس كبير قوي درس كبير في غاية روعة فقالهم لا والله لا أسلمهم لأحد أبدا حتى أسمع كلامهم يجوا الأول واسمعهم بيقولوا إيه واعرف رأيهم ربما أنتوا تكونوا بتقولوا كلام غلط إن جاءكم فاسكم بنبئ فتبينوا يا مسلمين يا مسلمين اللي ممكن واحد من خيرة الناس يتنشر عنه كلمة في جريدة فاجرة يتقال شوف يا عم ده اللي كنا بمش عارف إيه مجلة تانية تقولك عنه كلمة تقول تقول إن جاشي كانش راجل مسلم ولكن كان عاقل كان راجل عادل عارف إن مادام سمع كلمة على حد ما يسلمش للكلام ده حد ما يسمع الطرف ده ربما يكون هو اللي صاحب حق قال لهم لا أسلمهم أبدا لكم حتى أسمع كلامهم وأقف على عقيدتهم فإن كانوا على شر أسلمتهم لقومهم في الوقت ذلك حق وإن كانوا على خير حميتهم وأحسنت إليهم ما دام في بلادي وفي جواري ثم قال وإني والله لا أنسى فضل الله عليها أبدا فقد ردني إلى أرضي وحماني من كيد الكائدين ورد إلي ملكي مرة أخرى أنت عارفين أن أبوه كانت قتل وأبوه كانت قتل وأبوه كانت قتل وعمه مسك مكان واتأمره على قتله هو وربنا قدر أن عمه يصاب في نفس اليوم بصاعقة فيموت ويرجعه هو للملك بتاعه ويبقى هو النجاشي على بلاد الحبشة يا سلام فبيقول أنا منساش فضل ربنا علي ما ناس كادت بيا وكانوا عايزين يقتلوني وراحوا بعوني بستمائة درهم وربنا قدر أني أرجع في نفس اليوم علشان أبقى نجاشي الحبشة ومالك الحبشة فلا يمكن أظلم حد أبدا دعا النجاشي والصحابة دعت لهم دعوة عن طريق البطاريقة بتوعهم قال لهم روحوا دعوا لي الناس ديات هتوهم وقدام عمر بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعي الاتنين يبقوا فشوا بعض وعايز أسمع أشوف كلام الناس ديات من اللي على حق لو كان الناس ديات لمصحبان لو كانوا على حق هيبقوا في جواري وفي أماني ولا يمكن لا يمكن أسلمهم لأحد وإن شاء الله يفضلوا في أماني ما دامه في جواري وإن كانوا على غير ذلك كانوا فعلا الناس مش كويسين هردوهم وخلص منهم على الأقل مش عايز حد زي كده ببلدي يعمل لي مشاكل في بلدي وبعدين الصحابة اجتمعوا اجتماع طارق نعمل إيه في المشكلة ديات عبد الله بن أبي ربيع وعمر بن العاصي ترى قالوا إيه للنجاشي لحسن يقولوا قالوا له كلمة وحشة في حقنا طب إحنا طب هنرد عليه نقول له إيه فقالوا اتفقوا اتفقوا على كلمة واحدة أن الصدق من جاء هنقول كل ما جاء من عند الله وكل ما جاء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هنجامل ولا هنجدب ولا هنلف ولا هندور الصدق من جاء حبيب قلبي أن أنت تفكر أحيان أن الإنسان لما يلف و يدور بينجو لا ده اللي بيصدق هو اللي بينجو وإن كان في بداية الأمر ممكن يبتلى و يختبر و لكن في النهاية الصدق من جاء و بالفعل راحوا للنجاشية في اليوم الثاني فأول ما دخلوا سلموا على النجاشي بكل أدب و كل احترام و قاعدهم عمر بن عاص رضي الله عنه و أرضانه طبعا و كاليسة موشك ساعتها حبي يلبسهم في الحيطة خب بالك بقى من زكاء و زكي جدا جدا زكاء يعني مخيف يعني فأول ما دخلوا و سلموا على النجاشي يعني دخلوا وسلموا عليه قلقوا عليه التحية و سلموا عليه قاعدهم فقال لماذا لم تسجدوا للنجاشي كما يسجدوا له الناس انتم ليه ما سجدتلوش فبالكهم عايزي يوقعهم مع النجاشي اللي بيقى إيه اللي بيقى للنجاشي لو هو مخه على قده يعني كده إيلم قاصة هي ما سجدتوش ليه ليه انتم بتستكبرو انتم تسجدو لي تدخلوا من السجن أوا رجعوا بلادهم فحب عمر بن العاص يلبسهم في الحيطة فقالوا على قلب رجل واحد إنا والله لا نسجده إلا لله الله الحق عليه حلاوة وطلاوة وجمال والإنسان لما يكون معه الحق الناس كلها بتحبه وبتحترمه فقالوا له إحنا لا نسجد إلا لله يوم يحصل في المقابل النجاشي ابتسم واحترم كلامهم وحاس أنهم ناس محترمين فمبسط جدا آه ما بيسجدوش إلا لله ليهم حق ما يسجدوش إلا لله فهز النجاشي رأسه إعجابا بما قاله ثم قال لهم ما هذا الدين الذي جئتم به ولم تدخلوا في دين قومكم ولا في دين عايز حد فيك يرد علي في الوقت ده أجتمع الصحابة جميعا على أن يكون بلغة العصر المتحدث الرسمي باسم الوفد الإسلامي هو جعفر ابن أبي طالب جعفر ابن أبي طالب يا جماعة هيعرض أخطر قضية في الكون وفي العالم ده كله على النجاش على ملك من ملوك الدنيا على النجاش ملك الحبشة في دقيقتين حط نفسك مكان سيدنا جعفر هيوقفوك قدام ملك أو قدام رئيس دولة وبيقولولك اعرض عليه الإسلام وكل ما في الإسلام تقريبا مختصرا في دقيقتين من خلال الدقيقتين دولة هتبرق نفسك وتبرق اللي حواليك وتخلي الرجل ده وتحب الإسلام وممكن يخش في الإسلام هتعمل ايه؟ ده اللي احنا هنعرفه بعد الفاصل صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكدوتنا وشفاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل تحالوا نتشوف جعفر ابن أبي طالب أعظم سفير للإسلام في بلاد الحبشة عمل ايه جعفر ابن أبي طالب عمل حاجات أنا والله العظيم أقسم بالله لو واحد واخد سبعة دكتوراه وقلت له اختصر لرسالة الإسلام في دقيقتين قدام ملك مملك الدنيا أنا أعتقد أنه مش ممكن هيقول نفس الكلام اللي قاله جعفر ابن أبي طالب حاجة حجيبة جدا مشي مع النجاش في خمس محاور الخمس محاور دول يا جماعة اختصر له رسالة الإسلام كله واستقطب قلب النجاشي عشان يخش في الإسلام ويحب الإسلام تحالوا نشوف عمل ايه جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضان راح مكلم النجاشي في خمس محاور الخمس محاور دولة زي ما قلت لكم من خلالهم هيخلي الراجل دا يعرف ايه هو الإسلام ومين هو النبع السلام وإيه هي رسالة الإسلام وفي نفس الوقت هيوصله لمرحلة إن هو يسلم بعد ذلك اسمع معي بقى أهرارك من وراء أول حاجة احنا قلنا يمشي معاه في خمس محاور أول حاجة بدأ يعرض عليه مساوئ الجاهلية عايز يقول له احنا كنا عاشين في مصايب والحمد لله لنا ربنا أكرمنا بالدين الجميل دا قال له أيها الملك كان ممكن يقول له حضرتك أو يا نجاشي أو أي حاجة لا أنزلوا الناس منازلهم دا درسي من دروس النبع السلام نحنا ننزل الناس منازلهم ولزيك النبي لما كان بيراسل الملوك كان يرسل لناس كفرة إلى كسرة عظيم الفرس إلى قيصر عظيم الروم بيدلوا منزلته وده من الدين يا جماعة ومفور مالوش علاقة بالولاء ولا البراء ما تخافوش لكن ده من الدين أنت تنزل إنسان منزلته قال له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية بيوصف له الحالة البئيسة اللي كانوا عليها قبل الإسلام كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف خبه لك من زكاء سيدنا جعفر ما ذكرلوش حاجات ممكن أختلف عليها أنا وإنت يعني ما قالوش حاجة ممكن أختلف عليها كان ممكن يقول له حاجة معينة مثلا فقل له طب وفيها إيه طب معادي يا ابنة إيه المشكلة ما قالوش كنا بنسمع مزيكة طب يقول له طب معادي طب ما إحنا بنسمع مزيكة ما قالوش إحنا كنا نشارب بنا من كذا يقول له طب معادي إيه المشكلة يعني لكن قالو حاجات ما يختلفش عليها أي إنسان مشرك أو كافر أو أو مسلم أو غيره أو أي صاحب أي ديانة إن الحاجات دي حرام حرام إن إحنا ناكل بعض حرام إن إحنا نقطع الأرحام حرام إن إحنا نسيء الجوار حرام إن إحنا نأكل الميتة حرام إن إحنا نعبد الأصنام فذكر له حاجات مسلمات وده زكاء من سيدنا جعفر علشان ما يحصلش لغط ورغبطة ومشكلة ونقعد نخرج من الموضوع الأساسي ونخش في مواضيع فرعية زكاء خليك زكي لما تكون بتدعو حد ركز له على نقاط هو ما يختلفش عليها ما تجيش لوحد ما بيصليش وتيجي قرسة هتدعوه للصلاة وتقول له بس خب بالك لما تقوم من الركوع سامع الله رمان حمد الريس تحط يدك على صدرك لو حطتها جنبك يبقى الصلاة مش عارف فأيه هتخش معه في خلافاته وقرسة ما صلاش لأ خليك زكي اشتغل معه في الحاجات اللي ما يختلفش عليها اتنين والفعل ذكر له الحاجات باختلفش عليها اتنين طيب ثم بعد ذلك ذكر له المحور التاني المحور التاني يبقى أول حاجة بدأ يعرضه حالة الناس في الجاهلية قبل الإسلام ثاني محور بدأ يعرفه بصاحب الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم حاب يعرفه مين هو النبي لحسن يحسب أن النبي ده واحد عادي جدا جدا من أسرة بسيطة أو من قبيلة يعني ليس لها قدر ولا قيمة وإنه جاي يعني عايز يقلف دين من عنده وعشان يوصل بقى للزعامة ولا الملك ولا الفلوس لا بيعرفه أنه هو من أفضل القبائل ومن أشرف الناس نسبا ومن أفضل الناس خلقا ودينا وأمانة والدنيا كلها تشهد له وعلى أول هؤلاء أبو جاهل وأبو لهب لما كانوا يسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولون أهو الصادق والأمين صلى الله عليه وسلم فقال له فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا مننا ويحتك مننا دي ركز عليها من يعني واحد مننا عارفين أصله فصله مش هيتحك علينا مش هيقولينا الكلام مش هيقولينا أنا ابني كذا وأبويا كذا وجد كذا لا ده احنا عارفينه وعارفين أصله فصله وعارفين جده ده كان هو رجل الأكبر في مكة وكان زعيم مكة وكان وكان وعارفين أصوله كلها صلى الله عليه وسلم قال فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه الله أكبر فدعانا إلى الله ليه لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان عايزه يقول له واحد احنا عارفين نسبه وأصله فصله وعارفين صدقه وأمانته حتى أيام الجاهلية عارفينه إن إنسان صادق وأمين وعفيف ومحترم وطيب وا وا وخلوق فجيه ما طلبش مننا حاجة وحشة ما قال ناشي كله في بعض ما قال ناشي تخنقه ما قال ناشي اسرقه ما قال ناشي إذنه بلن عبده ربنا واحده ربنا ايه بعيده عن الأصنام والأوثان دي حاجة وحشة نجاش ينبسط كده وانبسط كلام جميل ومقنع وبعدين زي ما قالت لك حاب قلبي سيرة الداعية بتمفع في دعوته النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام معروف أنه الصادق الأمين العفيف المحدش يختلف على صدقه وآمنته ولذلك لما جيه قال لهم محدش مكدبه لكن هما المشكلة انهما يعني كبر عايزين زعمات وعايزين 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 واش معقول انت اللي تبقى النبي وكيف ننظر كذا كنا كفرسير هان لكن وكان انتوا بتسقوا احنا بنأكل الحجيج انتوا بتعملوا انما لما تقول مننا نبي طب متى ندرك ذلك كانت مسألة ايه مسألة كبر ان لا لازم يكون مننا احنا لا مش عارف ايه طب ده بيتعارض مع تجارتنا احنا منتجر في الخمر او منتجر في الاصنام الى غير ذلك انما هما ما يختلفوش على النبي عليه الصلاة والسلام ولما دعاهم بدأ الاول بايه بالتوحيد التوحيد يا أمة التوحيد صلى الله على الحبيب محمد بعدها جعفر النبي طالب بدأ يخش على المحور التالت بأول محور وصف له حالة الناس في الجاهلية محور التاني عرفه بشخص النبي الحاجة التالتة بدأ يعرض عليه الإسلام اللي هو دعوة النبي الدعوة اللي جاي بيها صلى الله عليه وسلم فقال له و أمرنا خد بالك بقى شفت جعفر ايه 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 الكلام ده كلها جماعة المسلمين في دقيتين في دقيتين جعفر بن أبي طالب ركز دماغه في خمس محاور هقول له كل حاجة عشان عنده صورة متكملة عن الحالة الجاهلية و دعوة النبي و مين هو النبي و حاجات كده معانا في خمس محاور في دقيتين يكون الرجل لأنه وقت الملوك غالي مش هعرض مع واحد ملك أفضل أحكي له التفاصيل و أقول له بنتوضى كذا و بنعمل كذا و بنسوي كذا و لما ينتقدر ودوه نعمل كذا لأ دخل في خمس محاور بيختصر له رسالة الإسلام و رسالة النبي و شخص النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ بعد كذا في المحور الثالث يعرض عليه رسالة الإسلام دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قال له و أمرنا بصدق الحديث و أداء الأمانة شوف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم و أداء الأمانة و صلة الرحم و حسن الجوار و الكفة عن المحارم و الدماء و نهانا يعني أمرنا بحاجات و نهانا عن حاجات ونهانا عن الفواحش وقول الزور و أكل مال اليتيم و قضف المحصنات و أمرنا أن نعبد الله وحده و لا نشرك به شيئا و أمرنا بالصلاة و الزكاة و الصيام الله كأنه عايز يقول له هو دا دينا و دي أخلاء نبينا صلى الله عليه وسلم عايز يقول له يا نجاشي يا أيها الملك في حد يختلف على الحياة الجميلة ديت النبي ما أمرناش بمعصية دا بيأمرنا بنحنا يعني صدق الحديث و أداء الأمانة و الكف عن المحالم و الدماء و نهانا عن الفواحش و عن كذا و أمرنا بالصلاة و الزكاة حاجات ما يختلفش عليها تنين على وجه الأرض و عقلاء مش هقول متدينين و عقلاء ما يختلفوش و لذلك شوف لما جعف رمي بطالب يقول له يقول له شوف الكلام يقول له و نهانا عن الفواحش و قول الزور و أكل مالي اليتيم و كذا و كذا ده يا جماعة ده إسلامنا ده دين عظيم قوي يبقى يجي واحد النهار ده يقول أن الدين بتاعنا دين انتشر بحد السيف أقول له كذاب عمري ما ديننا انتشر بحد السيف أبدا لأن مجرد الدعاء على المشيكين كان النبي بيرفضه إلا في حالات مخصوصة جدا فعند مسلم لما اشتد الأذى على المسلمين السحابة رح قاله للرسول يا رسول ألا تدعو الله على المشيكين قال إني لم أبعث لعانا و إنما بعثت رحمة في الطائف لما ملك الجبال جاله و قال له إذا أطبق عليم الأخشبين قال لا إني لأرجو الله ليخرج من الأصلابين من يعبد الله سبحان الله لما يجي له عمير بن وهب لما اتفق مع صفان بن عمية على قتل النبي صلى الله عليه وسلم و يروح لعمير بن وهب و يكتشف النبي إنه كان جاي عشان يقتله و يقول له يا عمير بل جلست أنت و صفان و اتفقتم على قتل و و والله حائل بيني وبينك و رغم ذلك يعفو عن عمير بن وهب يقول يعني فقه أخاكم في الدين و أكرمه مثوى و أطلقه له أسيرة و مواقف كتير جدا جدا لدرجة وصلت رحمة النبي عسلم حتى بالحيوان و يقوصف لنا و يقول لنا غفرة لامرأة بغي كانت تتاجر بأرضها لأنها سقط كلبا و في المقابل يخبر عن امرأة دخلت النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها و لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض و كان ينبع السلام في الحرب في عز الحرب يقول اغزوا باسم الله و في سبيل الله اغزوا و لا تغلوا و لا تغدروا و لا تغطلوا طفلا وريدا و لا امرأة و لا شيخا كبيرا و لا كذا و لا كذا حرب كلها أخلاق بفضل الله زي ما بيقولوا إن لسيوف المسلمين أخلاقا و لذلك اسأل أحبار اليهود عن النار على السلام و عن أخلاقه في حربه مع اليهود و في معاهداته مع اليهود صلى الله عليه وسلم عمره في حياته مغدر بحد لدرجة أنه في يوم الهام عرف أنه غلام يهودي كان مريض حديث في البخاري رح ظهر الغلام و قال أسلم يا غلام فالغلام بص لأبوه فأبوه قال له أطع أبو القاسم فأسلم الغلام فخرج النبيه و يبتسم و يقول الحمد لله الذي أنقضه من نار جهنم و اختملك بحديثين في غاية الروعة كان النبي ينهى عن قتل المعاهد المعاهد ده رجل مش مسلم لكن الديناله عهد و الديناله عقد أبان حرام أن أنت تقدر به حديث الأولين روابنا حبان بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يرح مش هيشم لم يرح رائحة الجنة و إن رحاها لا يوجد من مسيرة مئة عام حديث الثاني في كتاب التاريخ البخاري في تاريخ كبير سند صحيح أنا نبي صلى الله عليه وسلم قال من أمن رجلا عايز الحديث ده بالله عليكم الدنيا كلها تسمعوا من أمن رجلا على دمه فقتل فأنا بريء من القاتل و إن كان المقتول كافرا يا سلام تعالوا نشوف المحور الرابع اللي دخل فيه سيدنا جعفر بن نبي طالب بدأ يحكي له الظلم اللي حصل للمسلمين بعدما أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فصدقناه و آمنا به و اتبعناه على ما جاء به من عند الله فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا و حرمنا ما حرم علينا و أحللنا ما أحل لنا فعدى علينا قومنا أزونا و بهدلونا و ضربونا و أتلونا فعذبونا و افتتنونا على ديننا ليردون إلى عبادة الأوثان من عبادة الله و أن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث و رح خاتم المحور الخامس و الأخير يبقى ذكر حالتهم في الجاهلية ثم عرفوا بشخص النبي ثم عرفوا برسالة النبي ثم عرفوا بالأزل اللي شافوا من المشركين ثم ختم الرسالة بكلمات رقيقة جدا في حق النجاش عشان يرأى قلبه قال فلما قهرون و ظلمون و ضيقوا علينا و حالوا بيننا و بين ديننا خرجنا إلى بلادك و اخترناك على من سواك و رغبنا في جوارك و رجونا ألا نظلم عندك أيها الملك الله عايزك تكون سفير لدعوة ربنا عايزك تكون سفير بجد بجد والله إيه اللي حصل من النجاش لما سمع الخمس محاور الجمال دولة من جعفر بن نبي طالب اللي اختصروا الرسالة كلها في خمس محاور ده اللي احنا هنعرفه ان شاء الله في حلقة بقرة هنشوف كنرد فعل النجاشي عمل ايه و عشان فحلا تحبوا الرجل ده و تقدرواه تحترمواه و تدعوه من قلوبكم يحني صبحانك الله و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك و صلى الله عن نبينا محمد و على الله و صحبه و سلم أحبكم في الله و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته حدثونا عن كبار